على مفترق الطرق يعود العراق من جديد فبدلا من أن تكون الانتخابة وسيلة للاستقرار على العكس تماما تأخذ كالعادة منحا عنيفا للصدام بين الأحزاب السياسية والتي اعتادت فرض أجنداتها على الشارع الذي فقد الثقة بأي تغيير في ظلها ويكشف عودة أتباع الصدري للساحة عبر اقتحام مقار لحزب الدعوة في بغداد والنجف والبصرة مقدار التوتر قبيل انتخابات مجالس المحافظات بعد حرمان التيار الصدري من قبل الإطار التنسيقي وبتحشيد من المالكي من الفوز بمنصب رئاسة الحكومة في صراع كاد أن يتحول إلى حرب مفتوحة بين ميليشيات الطرفين أوقعت قتلى وجرحى قبل نحو عام مضى هي فرصة ذهبية أمام التيار الصدري مغلفة بقالب ديني بعد الهجوم على ما يعتبره رموزا له من قبل حزب الدعوة منافسه التقليدي مستغلاً انقسام بالإطار التنسيقي على انتخابات مجالس المحافظات هذا الانقسام بدى جلياً عقب تسريبات تؤكد تدخل طهران مرات عديدة لإقناع المالكي بدخول انتخابات مجالس المحافظات بلائحة واحدة مع قوى الإطار التنسيقي وخصوصاً ميليشيا العصائب والتي يبدو أنها حسمت قرارها بالهيمنة على ما يصفونه بالبيت الشيعي في العراق عبر زيادة مقاعدها بالبرلمان والحكومة إضافة لمجالس المحافظات على حساب المكونات الأخرى معركة تكسير عظام على جبهة عدة بدأت بالفعل ويزيد حدتها تحذيرات أطلقها حزب الدعوة من فتنة تهدد العراق بعد حرق أتباع الصدر لمقاره وهي إشارات اعتبرها مراقبون بداية لفوضى جديدة ستجر الأحزاب البلاد إليها مهملة الشارع الذي يراقب هو الآخر لقلب الطاولة عليهم وإنهاء كابوس يجثم على صدره منذ عام 2003